السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكوا حبيبي عاملين ايه يارب تكونوا بألف خير كل سنة وانتوا طيبين وبخير النهارة هنم مع بعض طريقة الفشة والطحار المحمر وكمان الكبدة بطعم روعة ازاي المصمط تعالوا نشوف عملناهم ازاي وقبل ما ابدأ ما تنسوش تضغطوا لايك ولو مش مشتركة تعمليلي اشتراك وتفعلي زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد ازاي ما انتوا شايفين كده ده كان الشكل النهائي للأكل يعني عايزة اقول لكم ايه طعمها وشكلها روعة كمان عملت معيهم بطاطس زي ما انتوا شايفينها كده مهروسة فهقول لكم كل الخطوات عملتها ازاي فيالله بينا نبدأ ونسلم الله اول حاجة كده نسلها كل حاجة بس قلت عيد عليها كده سريعا طبعا غسلت الحوض الاول كويس جدا وبعدين بدأت حط في الحاجة غسلت كده او شطفتها وبعدين حطيت الفشة والطحال وهبدأ اخسلهم كده حاجة حاجة وراء بعض ده جبت الحلة بتاعتها حطيت فيها الفشة وحطيت عليها ميا لحد ما بطتها طلايا وستها عن نور كده والنحية التانية حطيت التحال وحطيت عبهان وراء لوري حطوا معيكو دي كبدة انا بدأت قطعها كده شرائح رفيعة خالص وحطيتها كده في المصفتي وتحتيها طبق بحيث لو هي خرت دم تاني او اي حاجة تبقى تحتيها الطبق ده شكلها بعد ما عملتها بعد ما قطعتها هنا الطحالة حطيت عليه البصل وحطيت عليه حبهان وراء راولي وسبته على النار والفشة هي دي برضو حطيت عليها بصل زي ما انتشوفته وحبهان وراء لوري وسبتها كده برضو على النار لحد ما تتسلق النحية التانية بقى تعالى نعمل البطاطس حطيت البطاطس بعد ما قطعتها ووصلتها كويس في الحلة وعليها ميا لحد ما بغطيها كده وحطيت عليها حبة ملح حبة كمون وهسفها برضو لحد ما تتهري خالص وابدأ ان انا اعملها بالهرسة كده اهرسها وهسفها على النار برضو وهروح هشوف هكمل بقية الحاجة تعالوا نشوف مع بعض كده الطحال خلاص استوى اطفي عليه واصفيه من المية دي هنا البطاطس اهيه يعتبر بدأت تدخل في استوى مش هتاخد لحظات وههرسها كمان الفشة زي ما انتو شايفين كده ادخلت فيها الشوكة لقيتها خلاص استوت فبرضو هطفي عليها هنا كده البطاطس خلاص استوت خالص وفضل فيها حبة ماء صغيرين فبدأت ان انا اهرسها بسيط كده وانا باهرسها هتلاقوني شربت اصلا المية وهتبدأت تترس معي عادي خالص هكمل بقى هرس فيها كده لحد ما تبقى نعز ولاقيها بالشكل دوت خلاص كده انا خلصت هرس في البطاطس هروح بقى اعمل لها التوم بتاعتها فتعالوا نشوف كده انا عملت ايه معي التوم هنا جبت التواصل بتاعتها حطت فيها معلقة زيت وبعدين نحط فيها معلقة التوم بالفلفل الاحمر ديت وابدأ كده اقلبها لحد ما تبقى لونها ادها بفاتح اكون محضرة جنبي كوبية او ربعة يعني في انجال كده صغية من الخل او تحط الخل لو انت عارفة المقدار بتاعه فانا حطت الخل كده على طول هو بحوالي ثلاث معالق مش اكتر وهقلبها كده وارح طفي عليها خلاص يبقى لونها دهب زي ما انتم شايفين كده هروح بقى حطها على البطاطس البطاطس دي بقى طعمها حلو جدا 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 وبتنفع في اي حاجة جنب اي اكل حطها كده وقلبها وبعد ما قلبها اكون قطعت جنبي بقدونس حوالي كده برضو حزمة صغيرة او نص حزمة لو الحزمة بتاعتي الكبيرة بتخسليها كويس وتقطعيها وتروح حطها عليه بعد ما تطفي بقى وتقلبي كل الحاجات دي فانا حط دلوقتي البقدونس وقلبها وكده تبقى البطاطس المهروسة خلصت معي اللي بالتوم خلصت خالص اهي نسيبه برضو على جنب ونروح بقى نبدأ نحمر هعمل الاول الكبدة ووريكو برضو انا بحمرها او بشوحها ازاي جبت التوصل تاعتي كده حطيت فيها معلقتين كبور من الزبدة انا بحب طعم الزبدة في الكبدة جدا فبستخدمها دايما وكنت مقطع زي ما انتو شفتو الكبدة فهنزل عليها كده وقلبها وحط عليها فلفل اسود وملح وفضل اقلب فيها عشان ما تتلساش مني تفضل تقلب فيها لحد ما تستوي شايفينها عاملة ازاي هي ما تاخدش وقت كبيرة على النار هي دوب بس ان هي تتشوح وتلاقي لونها تغير كده وتشليها على طول من على النار متنسيش بقى تحطيلي لايك كده حلو ولو مش مشتركة تنزلي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس كده خلاص انا هطفي عليها انا مش عايزيها تستوي اكتر من كده هي سواها كده حلو قوي هنا جبت الطاصة التانية وهبدأ ان انا احمر فيها الطحال طبعا انا طلعته وشلت من عليه القشرة بتاعته او الحرف بتاعه دوت القشرة بنشلها كده بالراحة بعد ما تستلق وبعد كده بحطه على النار هو ما بيخدش وقت كبير ما بيخدش وقت كبير وببدأ قلبه عن نحية التانية وتطلعيه وتحط عليه ملح وفاف الاسود وتقدميه يعني تحته كده خضرة بيبقى شكله حلو بيبقى طعمه حلو كمان هو مفيد جدا بصوا هو خلاص كده انا يدوب ياخد لون واشير من على النار اخر حاجة هعملها بقى معايكو هي الفشة طبعا انا بعد ما طلعتها من على النار قطعتها صغير جدا زي ما انتم شايفين حاطيت معلقتين زيت وبدأت ان انا شوحها مجرد برضو ان هي تاخد لون بسيط كده او تشم النار زي ما احنا بنقول كده وحط عليها معلقة توم بفلفل اخضر بفلفل اسود وممكن تحط لحبة ملح اهي هي دي التوم بتاعتي هقلبها صدقني دي طعم ونكة حلوة قوي للفشة طبعا كده بقى خلاص انا خلصت فقلت اعمل عصير كده نعناع باللمون او اللمون بالنعناع حطيت سكر كده في الخلاط بتاعي وحطيت عليه النعناع بعد ما غسلته وحطيت عليه اللمون كمال انت عايزيها انا كنت عاملة خمس لمونات كده متقشرين وحط عليهم مية متلجة بقى وتضربين عايز اقولكم انه طعمه جميل جدا وبيروق كده البال وحلو قوي بيخسر الواحد من جوا كده جبت بقى الكباب بتاعتي وصبت بقى كنت قاعدة انا وموما واخوتي فبعد اقت بقى صبت وشربنا لمون بالنعناع بقى حاجة كده اخر رواقان بجد عايز اقولكو لازم تجربوه في نص اليوم كده بجده يخليكي تكملي وانت مبسوطة وانا كده بقى غرفت بالشكل اللي انتو شايفينه دوت الفشة والبطاطس المهلوسة وكمان الكبدة وكنت عاملة جنبها سلطة عشان كده يكلوها ويفرفشوا والتحول اهو زي ما قلتلكو حاطيتها تخضرة وهي انا حبيت كده ان انا اعملها لهم في سندويتش له حد يكلوا زي ما بينجيبوا من المصمت من بره وبالفة هانا عليكو يا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون اعجابتكم ما تنسونيش في اللايك والشير لاسرار مطبخ مع خلود يا رب الوصفة تكون نالت اعجابكو ودلوقتي هسيبكو بقى واقولكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة